اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة فأما الذي ضوى حب الهوى فشغلي بذكرك عن من سواك وأما الذي أنت أهل له فكشفك للخشب حتى أراك بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى سائر الأنبياء والمرسلين وأهلهم وأصحابهم وتابعيهم أجمعين في طريق جديد نسلكه سويا إلى الله سبحانه وتعالى ونتقرب فيه إلى الله ولا نبتغي إلا وجههم في هذه الوقفة سيكون لنا الكثير من التساؤلات عن الطرق الصوفية ماذا في الطرق الصوفية؟ ولماذا نحتاج إلى أن يكون لدينا عدد من الطرق؟ يقال إن في مصر ما يقترب من ثمانين طريقة فما أصل الطرق؟ وما حقيقة كل طريقة؟ وكذلك الكثير من التساؤلات والرغبة في الاستيضاحات حول حقيقة الطرق ما لها وما عليها وإذا كان النهج القويم يتجه إلى طريق الله عبر التصوف فما لنا في الطرق؟ وماذا نرغب من شيخ كل طريقة؟ حول هذا وذاك ذكر لنا في تأصيل الأمر بعد أن استعانى بالكتاب والسنة الإمام أبو القاسم القشيري رحمه الله فقال لنا في الرسالة القشيرية في باب كامل عن العبودية قال فيها ترك الاختيار فيما يبدو من الأقدار كما نقل عن سهل بن عبد الله قوله لا يصح التعبد لأحد حتى لا يكزع من أربعة أشياء من الجوع والعري والفقر والذل كما قال أيضا إن من علامات العبودية ترك التدبير وفي كثير من الأمور نقل الكثير والكثير لكن ما استوقفنا قول ذنون المصري العبودية أن تكون أنت عبده في كل حال كما أنه ربك في كل حال بين هذا وذاك نتوقف نذكر الله ونمدح رسول الله صلى الله عليه وسلم ونذكر ما لنا من صلة للرحم في آل بيته الكرام رضي الله عنهم ثم نتوقف بالتدبر والفهم ما لنا في الصوفية وفي التصوف وفي الطرق الصوفية في طريق جديد نسلكه إلى الله من مملكة الدرويش ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر حي مدى إلى ضيفي الكريم هو شيخ من المشايخ الكبار للطرق الصوفية وهو شيخ الطريقة الهاشمية الخلوتية الأحمدية الدكتور محمد محمود أبو هاشم وهو أيضا رئيس قطاع التصوف بالمشيخة العامة للطرق الصوفية دكتور محمد مولانا منورنا وأهلا بحضرتك وخطوة عزيزة نحن بحضرتك وأهلا بسادة المشاهدين وكل عام وأنتم بخير كل عام وحضرتك بخير وعموم الناس بخير ورمضان كريم ويمكن في رمضان بتكون فرصة طيبة لعموم الناس في الخلوة في التدبر في القراءة في قراءة الحياة بشكل مختلف والتدبر في أحكام الله والتدبر في القرآن الكريم وبتكون فرصة إنجاز التعبير أن يصبح الجميع متصوفة هل هذا صحيح؟ نعم لأن رمضان ده هو شهر يعني الأمة المحمدية شهر عبادة شهر ربنا جعلوا الأمة المحمدية عوضاً أن تقصر أعمارها كانت الأمم السابقة أعمارهم طويلة وكانوا يعملون فيذهبون بمزيد من الحسنات فلما جاءت الأمة المحمدية أعمارهم قصيرة فربنا أكرمهم بيجعل لهم شهر رمضان توضع فيه الحسنات وتكسر وتفيض وجعلوا عوضاً عن طول الأعمار للأمم السابقة في رمضان شيء عجيب جداً الناس ما تفهمش هذه الفاسافة شهر رمضان في رمضان إحنا بنمتنع عن الحلال في نهار رمضان نمتنع عن الحلال صحيح فما بالك بالحرام أذا كان الحلال المباح ربنا منعك عنه الطعام والشراب والنساء والزوجة وكذا ربنا منعك عن الحلال في رمضان في نهار رمضان فما بالك بقى تأتي بالمعاصي يبقى هذا لا يتفق يبقى من باب أولى الإنسان يبتعد عن المعاصي في رمضان دية فلسفة يجب أن يفهمها الناس إذا كنت أنا ربنا منعني عن ما أحله الله دي يبقى من باب أولى أمتنع عن جميع المعاصي في هذا الشهر الكريم لأن إذا كانت الحسنة تضاعف فالسيئة أيضا يبقى لها أثر مضاعف يعني آه طبعا تضاعف في المكان والزمان لذلك سيدنا عمر لما وجدت بعض الحجي بعد الحج يجلسون في الحرم وفي مكة وفي كذا فقالهم لا ما تغتروش بأن السواب مضاعف ده هنا بقى في الحرمين الإنسان يحاسب على الهم ومن يرد فيه الحادم ومن يرد فيه الحادم ظلم نزوكم من عزم يعني هاتا الهم في النفس ولو لو لوحد فكر وحش أو ظن وحش يحاسب على الهم ده مش يحاسب في أي مكان آخر لحرمة الحرمين فكانوا يقولون من أهلها مصر وصركم من أهل يامن كل واحد يروح بلده ما تغتروش بأنكم قاعدين هنا لأن أيضا إذا كانت الحسنة مضاعفة يكسر أن تحاسب على هم النفس في هذه الأماكن فكذلك شهر رمضان إذا كنا فيه شهر يعني خير وبركة والحسنات تضاعف فأيضا السيئة في رمضان لذلك جعلك كفارات لمن يفطر في نهار رمضان بغير عذر لمن لمن فعليه كفارة ليس بقى زنبا عاديا ياخذ زنبا ولكن عليه كفارة وعليه القضاء والكفارة لعظم هذا الشهر الكريم أسأل كمان في ذات السياق عن حقيقة التصوف ولذلك قلت هل هي فرصة أن يصبح الجميع متصوف أو الجميع السوفي في رمضان؟ ما هي حقيقة التصوف التي قد تجعل منا جميعا في هذه الأيام على طريق السوفي؟ حقيقة التصوف هي التزام كامل بالكتاب والسنة وببنهج الرسول صلى الله عليه وسلم وأهل البيت الكرام والصحابة والتابعين لأن احنا لما بنرجع للطرق الصوفية بنجد أن كل طريقة لها اسمه سند التلقين سند العهد السند ده يعني أنا أخذت هذا العهد عن والدي عن جبدي عن شيخي لحد لما نصد إلى سيدنا الرسول الله صلى الله عليه وسلم واللي أخذوا سند التلقين عن سيدنا الرسول الله صلى الله عليه وسلم سيدنا علي ابن أبي طالب والأكثرية أو أكثر الطرق من سند سيدنا علي ابن أبي طالب وسيدنا أبو بكر الصديق ومنه السادة النقشبندية وبعض السادة القدرية أخذوا عن سند سيدنا أبو بكر الصديق دي يعني سند الزكر والتلقين لأن التصوف يقوم على الزكر والذكر هذا زيادة عن الأركان الخامسة يعني التصوف لابد أن أنا أؤدي أركان الإسلام الخامسة لابد أكون مؤدي ثم أزيد في النوافل بينظم ده الحديث الخدسي اللي هو من عاد لي وليا فقد آزنته بالحرب وما تقرب عبدي إليه بشيء أحب مما افترضته عليه وما زال عبدي يتقرب إليه بالنوافل حتى أحبه فزيادة القدر لابد زيادة في النوافل الأصول أو الأساسيات الأركان السلام لابد أن تؤدى ثم بعد ذلك نزيد في النوافل بذكر الله والصلاة على سيدنا الرسول الله والاستغفار وخيام الليل وكل هذه العبادات هذه التي توصل العبد وترفعه وتقربه من الله سبحانه وتعالى فده هذا يتحقق في رمضان لأن الإنسان يصوم يمتنع عن الطعام والشراب في نهار رمضان ويقرأ القرآن الكريم في ليلة رمضان يقوم لله يكتهد في العبادة وصلاة القيام وصلاة التهجد وكل هذا يحيي هذا الشهر في عبادة لله فيكون أقصر قربا من الله سبحانه وتعالى ونعم بالله هذا عن حقيقة التصوف أنتقل لفكره يعني أنا أتحدث هنا عن التسلسل في الوصول للطرق من طريقة إلى فرع ومن فرع إلى أفرع والتسلسل بهذا المصار لكن أنا أسأل كمان عن فلسفته وروحه التي يمكن أن تسكن أي إنسان عادي كان يعلم أن هناك طرق أو لا يعلم شخص بسيط لا يدرك أن هناك طرق لصوفية أو يدرك أن هناك ورد هنا أو عمل هناك أو فكر هنا أو فلسفة هناك هو إنسان عادي ما هو الجوهر الذي يمكن أن يلمسه أي شخص بسيط عادي فيستشعر أنه أو يقرأ منه أنه على التصوف الصحيح أو السليم نعم هو إحنا عارفين أن الإنسان يتكون من جسد وروح نعم والجسد له غذاءه والروح لها غذاءها وإذا عملنا عملية التوازن غذاء الروح مع غذاء الجسد بنجد الإنسان المتزن الطبيعي سوي السوي إذا الجسد زاد عن الروح شوية يبقى الإنسان اللي يعني السوي أو الإنسان اللي نجده يعني أخذته المادية نعيب عليه أنه أخذته الشهوات والمادية لأن الجسد تغلب عن الروح فزادت عملية الشهوات عنده ومن شهرة واستمتاع بالدنيا الإسلام لا يحرم الاستمتاع بالدنيا ولكن لابد أن تكون هذا حلالا وأن لا يكون فيها كبر ولا غرور ألا تغلبه الدنيا ولابد أن يؤدي الحقوق اللي عليها أدي الحقوق سيد أبو الحسن الشهوات اللي كان نقول ليه اعرف الله وكون كيف شئت يعني اعرف حقوق الله وحدوده الحلال والحرام والأوامر والنواي وبعد كده والحقوق حقك وحق ربنا وحق الفقراء وبعد ذلك كن كيف شئ استمتع بحياتك كيف تشاء ومتشاء لكن اعرف الله وكون كيف شئت الإنسان لما الروح تزيد شوية عن الجسد بنجده الإنسان بقى اللي وصل إلى مرحلة أنه أصبح لا ينظر إلى الدنيا ويعني أصبح منشغلا بالآخرة أكثر من الدنيا ده مقام الزهد مقام من مقامات الزهد لكن عندنا إحنا المعتدل ولا تنسى نصيبك من الدنيا فالإسلام أمرنا إن إحنا ندي ربنا حقه ندي العبادة حقها وكذلك نأخذ حق أنفسنا يبقى فيه هنا توازن الإنسان المتوازن الوسطي السوي هذا قطاع التصوف هي مشيخة أو المشيخة العامة للطرق الصوفية نعم إذن التصوف هو لب الأمر أو جوهره نعم فوضعه في إطار أنه قطاع التصوف داخل مشيخة صوفية أو مشيخة الصوفية نعم بالأحرى هو كل شيء تقريبا نعم صحيح؟ نعم هذا هو كل شيء ولكن إذا نظرنا أن التصوف بينظر إلى العلم والتعلم والفكر وتصحيح القواعد الفكرية والقواعد الفقهية التي تختلط عند كثير من الناس فلذلك قامت المشيخة العامة للطرق الصوفية وقام رئيسها الدكتور عبدالهاد القصبي بتقسيم المشيخة إلى قسمين قسم يختص بالدعوة والثقافة الإسلامية والتعليم والتعلم والدورات التدريبية وتحقيق كتب التراس وهذا القسم أسند إلى فضيلة الأستاذ الدكتور علي جمعة مولانا الدكتور علي وقسم يختص بالتصوف والطرق الصوفية واحتفالتها وأوردها وأذكرها وأحزبها والمناسبات الدينية من مواكب وموالد والأضرحة التي تتبع الطرق الصوفية وباقي الأشياء التي تخص التصوف وهذا القسم أسنده لإدارة هذا القسم في الطرق الصوفية هو الإدارة في مقام التصوف تسير أمورها إزاي؟ إدارة بمعنى هي عملية تنسيق وتنظيم يعني تنظيم الاحتفالات، تنظيم الموالد، التنسيق بين الطرق بعضها مع بعض متابعة الأضرحة، متابعة الطرق إذا أي طريقة أو أي إنسان ينتسب للتصوف حصل منه شيء أو ما يشينه نستدعيه ونحقق معه ونصل إلى الحقيقة أو نبرز له الحقيقة أي إنسان خرج عن الطريق أو قال أشياء ليست موجودة في أصول التصوف على طول نتوجه بدعوته ونبدأ نوجهه إلى الطريق الصحيح أي طريقة مع طريقة أخرى حدث بينهم شيء أو في أورادهم أو في أذكرهم حدث أي شيء على طول يكون هناك تدخل لإصلاح الأمور ما بين الطرق بعضها مع بعض ما بين الطريقة نفسها إذا حدث فيها أي خلاف أو أي شيء عشان كده بنكون في متابعة مستمرة كذلك بقى احتفالات نحن لدينا احتفالات رسمية موالد طبعا في جميع أنحاء الجمهورية لنا مواسم كرمضان والمولد النبوي الشريف بيبقى فيهم احتفالات خاصة والمشيخة بتقوم باحتفالات في هذه المناسبات الدينية كذلك بقى يعني باقي المناسبات الدينية يكون هناك احتفالات خاصة للمشيخة هذا كله يتبع قطع التصوف إدارة الأمور بين الطرق ما الذي يمكن أن تتدماس أو تتشابك أو تتدخل فيه للطرق أو تحتاج إلى تنصيق فيما بينها فيه وإدارة الطرق أساسا بيدرها المجلس الأعلى للطرق الصوفية يعني عندنا المشيخة العامة للطرق الصوفية ولها مجلس أعلى يدرها المجلس الأعلى يكون من عشرة من مشايخ الطرق بالانتخاب كل سلس سنوات يتم عملية انتخاب وانتخب عشرة من مشايخ الطرق الصوفية ويضاف إليهم خمسة من ممثل للأظهر الشريف وهو الدكتور رحمد عمر هاشم ممثل للأظهر في المجلس الأعلى للطرق الصوفية ممثل للأوقاف ورئيس القطاع الديني الدكتور هشام ممثل لوزارة الداخلية اللي هو مساعد الوزير الشؤون الإدارية ممثل للحكم المحلي ممثل لوزارة الثقافة بوكيل وزارة الثقافة دول بحكم قانون نص بحكم مناصبهم يكونوا أعضاء في المجلس الأعلى للطرق الصوفية مع عشرة من مشايخ الطرق مع شيخ المشايخ ورئيس المجلس الأعلى ده هم العملية التنظيمية التي تدير الطرق الصوفية في مصر القطاع التصوف قطاع الدعوة احنا خاصين بشغلنا لحد لما نصل إلى شيء معين عايزين في قرار يعرض على المجلس الأعلى لأن المجلس الأعلى هو الذي يتخذ القرار فكرة الطرق في حد ذاتها يعني أنتقل من طريقة إلى أخرى أو أنتمي إلى طريقة أو محيارها بيكون إيه؟ وفي البداية طبعاً احنا قلنا أن الطرق في الآخر بترجع إلى خمس مدار الصوفية اللي هي سيدة عبدالقادر الجيلاني سيدة أحمد الرفاعي سيدة أحمد البادوي سيدة أبو الحسن الشذري سيدة إبراهيم الدسوق وبعد كده جاء ألحق بهم النقشة بندية والخلوتية طبعاً في بعض الطرق تجمع ما بين الطريقة والخلوتية لأن الخلوتية ليست طريقة منفصلة ولكنها طريقة في أسسها تقوم إلى الخلوة والخلوة كل الطرق تدعو إلى الخلوة فبعض الطرق يكون معها السند الأحمدي والخلوتي السند الشذري والخلوتي وفي بعض الطرق خلوتية فقط يعني اعتمدت على الخلوة وأخذت السند الخلوتي بس بعد كده بيجي المريد ينتمي إلى الطريقة التي يجد نفسه فيها يعني أنا بأجلس مع هذه الطريقة بس مع الأذكار والأوراد وأقرأ معهم أورادهم وأذكرهم فبجد نفسي يعني عندي تقبل لهذا الأمر ومندفع إلى أن أكون في هذا المكان فبيبدأ يكون تابعا لهذه الطريقة والغالبية أن لما بيتبع الأب أبناءه وأبناء أبناءه بيبدأ يتوارس هذا الطريق في هذا البيت أو في هذه الأسرة فهي يجي واحد منتمي لطريقة أو لهذه الطرق وراح لطريقة أخرى فأعجب بها أو أراد أن ينتمي إليها نقول له ليس لدينا منع بس عرف شيخك الأولانية أو طريقتك الأولانية أنك ستنتقل إلى الطريقة الأخرى حتى لا يحدث تلاعب ويحدث فرقة أو يحدثون شرخا بين الطرق وبين المشايق ويعملوا مشاكل أننا أروح هنا وأروح ما نقول من هنا أروح هنا في عمليات أنظيمية للحفاظ لأن أساسا التصوف مفوش دنيا يعني هو بيقوم على تسكية النفس والروح فده يختلف مع منهج أننا أعمل فرقة أعمل فتنة أوقع الناس فبعض هذا هو الذي ينهى عنه في التصوف قلت لي أنه مجمل تقريبا الطرق في مصر 80 80 طريقة مجمل المريدين كم؟ حوالي 15 مليون ويزيد رسميا رسميا يعني بأغلبية طرق إيه؟ حضرتك أولا يعني الناس كثيرين في مصر ما تاخدش بالها أن أكبر ديان طيار ديني في مصر الطيار الصوفي المسميات الأخرى مش أذكرها يعني بعضها يأخذ شهرة كبيرة ولكن أعدادهم قليلة جدا هم يعني اللي كان بيظهرهم على الساحة عملية التنظيم واللي عندهم يعني أجنحة إعلامية يسوقون لهم وأكبر أغراضهم سياسية فعشان كده كانت هذه الأنظمة الدينية تظهر على الساحة بأنها هي المسيطرة أو هي الأساس لكن في واقع مصر منذ أن شاءت أو منذ أن جاء إليها أهل البيت وهي تتبع منهج الصوفي والأغلبية في مصر في الشعب المصري كله يتبع المنهج الصوفي فهؤلاء الصوفية هم يعني الجانب الأكثر في الشعب البصري ولكن كان هذا الجنح نظرا لأن التصوف يخوم على الزهد فما كانش في ذهنهم عملية الظهور والتنظيم وما ذلك لكن بعد الأحداث التي مرت بنا بدأنا نعمل عملية تنظيمية قلنا نقول لهم لا ده بقى واجب شرعي إن إحنا ننتظم وإن إحنا نقف وإن إحنا نظهر صورة مصر الحقيقية إننا ناس متدينين ومحبين لكننا ناس وسطيين ناس معتدلين ناس ليس لنا علاقة بالسياسة إحنا لنا علاقة ببلدنا وبشعبنا ونطرق السياسة لأهلها وإحنا نخلينا فيه سلوكنا والإنسان لما يكون سلوكه طيب ويأثر في الآخرين هذا أفضل شيء اللي إحنا عادينا نصل إليه لأن التأثير في السلوك يكون في المجتمع فأنت خليك أنت صادق خليك أنت أمين خليك مش جاشع خليك رجل أدي رسالتك وأثر في الناس خلي الناس كلها تتأثر بك بهذا الأسلوب يكون أفضل كتير من أن أنا أعلن هذا وأستغل هذا إعلامياً وأن أنا بعمل كذا وما يكونش ليه تأثير في الشارع أو في المجتمع يعني هذا لكن بدأنا إن شاء الله يا برضك يعني إيه؟ أن يكون هناك يعني تنظيم للطول الصوفية بقى يعني لابد أن يكون في المناسبات نظهر وإذا كان هذا كان يخالف يعني عرفنا قديماً لكن نظراً للظروف التي نمر بها لا بقى واجب علينا إن إحنا عشان نظهر صورة التدين الحقيقي وصورة الشعب المصري الحقيقية لأن الشعب المصري كله شعب مسالم شعب محبي لقال البيت شعب محبي للدين شعب متدين بطبعه فحبينا نظهر هذه الصورة التي يعني أخذت خطأاً في فترة سابقة عن الشعب المصري الطرق عدت خمس مثلاً أو خمسة ستة سبعة يعني الأكثر شعبية تقريباً كلها تعود إليها لا الأكثر شعبية في مصر الأكثر شعبية في مصر الأحمدية سيدي أحمد البدوي وتأتي بعدها الشازلية والرفاعية والبرهامية والقادرية على قليل يعني القادرية موجودة عندنا في مصر بس قليل النقشة بندية أيضاً موجودة عندنا في مصر قليل الخلوتية موجودة أيضاً بكسرة يعني اللي موجودين قليل عندنا في مصر النقشة بندية والقادرية مع أنهم خارج مصر أكثر منتشاراً يعني في هاتف في البلاد يعني مثلاً في تركيا في روسيا في البلاد القوقاز في بلاد موراء النار هناك منتشرين أكثر القادرية والنقشة بندية عندنا هنا في مصر أكثر حاجة الأحمدية الشازلية البرهامية الرفاعية دول الخلوتية موجودة تكاد تكون أكثر حاجة عندنا في مصر أكثر من البلاد الأخرى الخلوتية الطريقة الهاشمية الأحمدية الخلوتية نعم خصوصيتها إيه؟ ويعني وردها الأعظم إيه؟ جمالها يتمثل بالنسبة لحضرتك في إيه؟ أو يعني بالنسبة لمريديها طبعاً يتمثل في إيه؟ وتحملها أو جلدها أو يعني الصبر فيها يكون على إيه؟ أولاً الطريقة الهاشمية الخلوتية الأحمدية يعني تنسب إلى جد جدي الحج محمد أبو هاشم الخلوتي الذي جاء نازحاً من بلاد الحجاز منذ أكثر من 200 عام في أوائل 1800 ميلادي جاء نازحاً من الحجاز وأقام في قريتنا بني عامر وعندما أقام كانت في حارة تسمى حارة الأشرف إلى أختنا الحاضر وكان له مكان يختلي فيه اسمها خلبة الشيخ اللي فيها حالياً المقام بتاعه والمسجد والساحة وبيوتنا كلها في هذا المكان الذي كان يختلي فيه الحج محمد أبو هاشم عندما جاء من الحجاز جاء إلى الأزهر وبدأ يدرس في الأزهر الشريف والتقى بسيد أحمد الدردير كان في هذا العصر سيد أحمد الدردير وأخذ عنه السند الخلوتي هو التقى بسيد علي البيومي وأخذ منه السند الأحمدي سنة سيد أحمد البدوي فلذلك نسمينا الخلوتي الأحمدية لأن معنا السند الخلوتي سيد أحمد الدردير والسند الأحمدي سيد أحمد البدوي من سيد علي البيومي فلذلك الطريقة أوردنا وأذكرنا اللي هي أوراد السادة الأحمدية والخلوتية كلها تقوم على الذكر وقراءة القرآن والاستغفار والصلاة عن النبي عليه الصلاة والسلام والذكر باسم الله الله ولا إله إلا الله وعندنا ما عندناش إحنا ذكر بالأسماء زي الطرق الأخرى اللي بتذكر بسبع أسماء وبعشر أسماء ويحددوا عدد لا إحنا عندنا عدد معينة دائما تكون عدد وطرية في الصباح والمساء يجب عدد معدد ويبدأ المريد يزيد يرتقي في العدد إفرد مش قادر فمندي له عدد بسيط بحس ما يتركش هذا الورد يقوله ولو ثلاث مرات ما شغول أو حاجة يقوله ثلاث مرات لكن الورد الأساسي عندنا أو الأساس اللي بتقوم عليها الطريقة وهو خدمة الناس وقضاء مصالح الناس ده الورد الأساسي لنا وأطعام الطعام يعني الاعتماد الأساسي الأساسية كلها ثلاث حاجات عندنا العلم لابد من العلم والتعلم والدروس الدينية والمحاضرات والتركيز على أن الشرع هو الأساس للمريدين ثم بعد ذلك تزيد عن الشرع يعني التصوف هو زيادة عن الشرع بالنوافل بالإكسار من النوافل يبقى عندنا أساسا العلم طعام الطعام للأساسي قضاء مصالح الناس دول الثلاث أسس التي تقوم عليهم الطريقة عندنا وده يعني وجدنا يعني أثار كتير في نفسنا كأبناء الطريقة ومن تربع لهذه الطريقة ولنا صيخ خاصة بنا يعني من ضمن لنصيغة صلاة على سيدنا الرسول صلى الله عليه وسلم لتفريج الهموم ودية كان أخذها الشيخ عبد حليم محمود عن جدي كان شيخ عبد حليم محمود فضل الإمام الأكبر كان أخذ عهد على جدي وكان معاه الطريقة الشازلية عن سيدنا الشيخ عبد الفتاح القاضي في شبلنجة أخذ عنه الطريقة الشازلية وأخذ الطريقة الأحمدية عن جدي الشيخ أحمد أبو هاشم ولذلك حتى دايماً هو كان يبدأ أحاديثه بالصيغة بتاع الجدي اللهم صلى على سيدنا محمد الحبيب الشفيع الرؤوف الرحيم الذي أخبر عن ربي الكريم أن لله تعالى في كل نفس مائة ألف فرج قريب وسلم تسليماً كثيراً دي صيغة جدي الشيخ أحمد أبو هاشم اللي تفريجه الكروب وأخذها الشيخ عبد حليم محمود ودائماً كان يبدأ حديثه لما تستمع إلى الشيخ عبد حليم محمود يبدأ حديثه عطوب بهذه الصيغة وهي صيغة جدي الشيخ أحمد أبو هاشم وكان دايماً يعني من المأسور عن جدي الشيخ أحمد أبو هاشم يعني ما عرفه أنه أخذ عنه أكثر من خمسة من مشايخ الأسر أخذوا العهد عليه وهو كان قاضياً يعني كان تعلم في الأظهر الشريف وكان قاضياً أيام حكم المختلط وكان من أقواله المأسورة كان يقول سلاس يغنين عن سلاس الحب يغني عن الجمال والستر يغني عن المال وحسن الخاتمة تغني عن الأعمال يعني كان دايماً يعني عندنا أقوال كثيرة جدي الشيخ أحمد أبو هاشم فإحنا عندنا يعني بنقوم على الأسس الثلاثة وهي العلم والتعلم وطعام الطعام قضاء مصالح الناس للأسس العريضة حتى كان دايماً الوالد يقول لوردنا قضاء مصالح الناس دا ممكن يكون فيه جهاد النفس أو التحمل إن أنا أصبر وأساعد إن أنا أصبر وإن أنا أساعد وإن أنا ما نشغلش بنفسي وأترك الآخرين لأن عندنا من الإيمان أن يحب الإنسان لنفسه لأخي مثلما يحب لنفسه ثم تأتي درجة أعلى من ذلك ويؤثرون على أنفسهم وإنك تؤثر غيرك وأخوك في الله تفضلوا عنك تقدموا عنك تترك مصلحتك وتروح تخلص له مصلحتك ديت الإيسار إلى الدرجة أعلى من الإيمان كرامات الطريقة أيها؟ الكرامات ديت أمور أولاً يعني لابد نعرف الناس إن الكرامة هي أمر خارج والعادة يظهر الله على يد عبدالصالح وزادوا في تعريفها ملتزماً بشرع نبية يعني لابد إن أنا أكون ملتزم بالشرع درقنا الشبهات كده خلاص يبقى أمر خارج للعادة يظهر الله على يد عبدالصالح ملتزماً بشرع نبية فتكون الكرامة هي كرامة للولي وفي ذات الوقت هي معجزة مستمرة للنبي صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم بعد انتقاله فهذه الكرامات بتحدث كثيراً لمشايخنا مشايخ الطرق كلهم أغلبهم تحدث لهم هذه الكرامات كنوع هما لم تكن مقصودة ولكن يحدث شيء فتجد الشيخ يأمر بشيء أو ينطق بكلام أو يوجه توجيه أو فيكون في هذا الأمر هو الخير وتكتشف العلة بعد ذلك من تصرف الشيخ أو من قوله أو من فعله أو من أمره أو من توجيه هذا يعني هذا هو الذي يعني يتربينا عليه وهذا في سائر مشايخنا مشايخ الطريق إلى الله لأنهم بيكونوا خلصوا وتجردوا من الدنيا وعاشوا في محبة الله ومحبة سيدنا رسول الله وأولياء الله وفنوا في هذه المحبة فتجد أنها انكشفت لهم بعض هذه الأمور بيكونوا على درجة أعلى من الشفافية منها نحن لسه مبتدئين دول ناس في آخر الطريق بوصلوا إلى هذا الطريق فتجد تنكشف لهم بعض الأمور فيكون في شيء من الإلهامات إليهم بهذه الكرامات التي يمنحها الله لهم وتكون يعني دليلا على صدقهم وتثبيتا لهم ولمريديهم أن يتمسكوا بيهم ويزدادوا حبا وقروا من الله في عالم الدراويش وفي مملكة الدراويش على اعتبار أنهم لم توصف لهم دولة وإنما وصف أنه في ملك وحدفه في مملكة من ترى يعني من الدراويش الحاليين رمز يصلح أن يكون درويشا حقيقيا على طريق التصوف الصحيح ملتزم بما لا يخالف الشريعة ودرويش بطريقة المصريين يحب الله ويتقرب إلى الله يعني أولا هو مصطلح درويش يعني إحنا دوقتي بدأنا المصطلح اللي بيستخدم في الطرق الصفية مريد كان قديما يسمى درويشا وفي فرق بين الدرويش والمجذوب لأن الدرويش يعني هذا مصطلح كان من أيام أعتقد العثمانيين يعني اتخذ على كل من التحق بالطرق الصفية وانشغل بالآخرة عن الدنيا فيقل أي دارة وشه عن الدنيا درويش عند درويش عن الدنيا خلاصا نترك الدنيا والتاجع بقى للآخرة إلى ما عند الله وإلى محبة الله ومحبة سيدنا الرسول الله وطرك الدنيا أصبح هذا المصطلح لما جينا إحنا في القانون الطرق الصفية أصبح قانون نظمها فبدأ ينكتب فيه درويش فبدأ ينكتب مريد يعني بدأت العبارة تتغير بنفذ مرادف الدرويش هو المريد في الطرق الصفية لكن بقيت على مصرياته لكن بقت عندنا في مصر المشهور خارج النظام الترسمي للطرق الصفية درويش دول الدرويش دول الدرويش لكن في مجموعة أخرى اللي هو زادت عندهم عملية الجذب بأن الروح غلبت عن الجسد إلى درجات عليا فصار عنده شيء من الجذب أي إن جذب جذباً تاماً إلى الآخرة وإلى زادت عليها فأصبح يعني إيه كأنه لا يعيش في هذه الحياة الدنيا مش واعي مش واعي مش واعي وده اللي بتجي دي أنه هو ممكن يكون سيابه رسه شعره مش منظم يعني وصل إلى مرحلة أنه أصبح لا يهتم بنفسه ولا بشكله مع أنه بدأت القواعد اللي الإسلام عمر بيها مثلاً سيدة والحسن الشتاز اللي يقولك إيه إن الإنسان المسلم والصوفي لازم يكون في أحسن مظهر وأحسن لباسه ليه؟ قال إن إحنا أمرنا يا بني آدم خذوا زيناتكم عند كل مسكت آه طبعا عند لما جاء أصلي لازم ألبس نظيف وكون لابس أحسن حاجة وديت بابك يعني بحاول أوجه المستمعين إن كثير من الناس ساعة لما يجي يصلي يقلع هدومه الكويسة ويصلي بالبيجامة أو يصلي بالبندكول أو بأي حاجة عشان ما تتبهدلش عشان ما تتبهدلش هدومه نقول له لا إنت لما بتروح تقابل مسؤول من المسؤولين بتلبس بتفضل تعمل في نفسك وكذا فما أنك أنت بتقابل ربنا أنت واف قدام ربنا فيجب أنك إنت إيه ما تغفلش هذا الأمر أنك إنت لما تبقى واف تصلي لازم تبقى في مظهر طيب وفي أحسن لباس وفي أحسن مظهر لأنك أمام الله سبحانه وتعالى وقف قدام ربنا بتناجي ربنا سبحانه وتعالى فالسيدة أبو الحسن شخص قال إيه إحنا أمرنا أن نأخذ زينتنا عند كل صلاة عند كل مسجد وإحنا كمسلمين وجوعلت لها الأرض ومسجدة من خصائص الإسلام أن جميع الأرض مسجد للمسلم أصلي في أي وقت أي إنسان أدركته الصلاة فليصلي يبقى أنا أفضل طول الوقت في أفضل حياة يبقى أنا أصول أكون على كل الأرض في أفضل صورة وأفضل مظهر فلسفة جميلة وفكر راقي يجعل المسلمين في أحسن صورة يعني الناس لو فهموا هذا المعنى كان الناس تجد أن المسلمين يجب أن يكون مهتم بمظهره ومهتم بلبسه مهتم بنظافته لأن هذه أصول الإيمان وأصول الإسلام قام على النظافة وعلى الالتزام وعلى المظهر الحسن وعلى وعلى دي كلها أمور يعني قامت عليها الأمة الإسلامية أخذ من كلام حضرتك وأقول أنه بالتأصيل وبالمصرية لو خمستاشر مليون مريد فهم بالأصل خمستاشر مليون درويش نعم ما هو أصلاً أصول المريد أو من التجه إلى التصوف عموماً كل من التجه التصوف هو دار وشه عن الدنيا لأن التصوف مفيش منافع يعني مفيش منافع ولا في دنيا أنت أنت بتقبل على الله بتقبل الزهد واحدة واحدة تبقى بداية الزهد يعني بداية من بداية الزهد في الدنيا فنقدر نقول آه أنهم كلهم درويش نمضار وشهم عن الدنيا لكن مش مجذيب يبقى في فرق فرق بين الدرويش والمجذوب نورتنا وشكراً جزيلاً لعبودك الكريم دكتور محمد محمود أبو هاشم ضيفي الكريم نورنا في هذه الوقفة يبقى ذكر الله ويبقى مدح سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام بشكر حضراتكم على المنتبعة وأشوفكم في حلقة جديدة إن شاء الله نحن على البيت أسياد الأمم نحن ملجأكم إذا كان الزحام نحن حجتكم إذا كان الوعيد ونحن آل البيت نعم نحن أبواب السلام نحن من زهراء من الزحراء سيدة النساء وهي التي من أجلها من أجلها تم النظام لا تصح صلاتكم من غيرنا ففي التشوت ذكرنا سنن القيام نعم نعم موسيقى قد قال ربي لا أحب بغيضكم موسيقى عمله مردود وإن صلى وصام موسيقى موسيقى نحن أنوار من النور الذي موسيقى قد قال البيت بيتنا والرسول هو جدنا وصاحب البيت أدرى باللذي فيه إلهي موسيقى وكنت أناجك يا من ترى خفايا القلوب ولسنا نراك موسيقى وكنت أناجك يا من ترى خفايا القلوب ولسنا نراك موسيقى 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 لأنك أهل لذاك موسيقى فعمل الذيه وحب الهواء موسيقى وأن الذي أنت أهل له فكشفك للحشب حتى أراك فلا الحمد في ذا ولا ذاك لي ولكن لك الحمد في ذا وذاك فلا الحمد في ذا ولا ذاك لي ولكن لك الحمد في ذا وذاك فلا الحمد في ذا وذاك لي ولكن لك الحمد في ذا وذاك ولكن لك الحمد في ذا وذاك ولكن لك الحمد في ذا وذاك شكرا